أهلا بحضراتكم من جديد وما تخافش على الآله الطلاب الآله بيأخذ من كل سنة الدرس والعزة علشان يبني عليه في السنة الجديدة فإذا كانت كرة القدم عانت من مشاكل تحكمية كثيرة في هذا العام فالأمل إن شاء الله تعالى إن الموسم الجديد أو الموسم الحالي مع مستهال للسنة الجديدة يشهد أداء أفضل لكن كمان مش بس إنجازات على مستوى الإنشائي أو على المستوى التشريعي أو على مستوى التنظيم الأداء الاقتصادي للنادي لا ملوك الصلاة كانوا في 2021 حاضرين وبقوة كان عام 2021 الذي يودعنا بعد ساعات قليلة عام الفرحة والانتصارات والسعادة على جماهير الأهلي في مسابقات الصلاة حيث سيطر نجوم المارد الأحمر على معظم ألقاب اللعبات الجماعية والفردية رجال وسيدات في جميع الأعمار السنية بفضل الدعم لمحدود من مجلس إدارة النادي الأهلي والصفقات الجديدة التي أبرمها هذا الموسم لدعم اللعبات بنجوم ومدربين مميزين قادوا النصر الأحمر للتحليق عالياً في منصات التتويق البداية مع الكرة الطائرة حيث نجح فريق الرجال بالنادي الأهلي في التتويق بلقب الدوري وحصل على المركز الثاني في مسابقة كأس مصر بينما حققت فرق النشئين ستة بطولات وعلى صعيد السيدات نجح الفريق في التتويق بالثنائية المحلية دوري وكأس مصر بينما حققت النشئات ثلاثة بطولات وفي بطولة اليد توجى فريق الرجال بلقب كأس مصر بينما نجحت فرق النشئين في تسع بطولات وعلى صعيد السيدات فتوجى الفريق بمصابقتين دوري وكأس مصر كما توجى بلقب منطقة القاهرة وعلى مستوى الناشئات فتوجنا بأربع بطولات وإلى كرة السلة التي شادت تألقا غير عادي في العام الماضي حيث توجى فريق الرجال بدوري مرتبط ونجح فريق النشئين في الفوز بأربع بطولات وجمع فريق السيدات ثلاثة ألقاب دوري مرتبط وكأس مصر ثم كأس السوبر بينما توجت فرق النشئات بأربع بطولات وفي تنس الطاولة كل الأعمار حقق فريق النادي اثنتين وعشرين بطولة بينما كان لفرق الكاراتي اليد العليا بين لعبات الجماعية بحصد ستين بطولة في كل الأعمار السنية وإلى ألعاب الماء نجحت فرق النادي في التتويج بعشر بطولات وفي منافسة سباحة المياه المفتوحة توجى الأهل بست بطولات وفي كرة الماء خمس بطولات وكان نصيب غطس ثلاث بطولات وفي أم الألعاب نجح لعب الأهل في حصد ست عشرة بطولة وفي الجنباز حصد لعب ولعبات المارد الأحمر على ثلاثمائة وست عشرة ميدالية ذهبية وفي الملاعب الزجاجية توجى الأهل بأربع بطولات وكان لفرق ذوي الهمم من أبطالنا حضور رائع بالتتويج بأربع بطولات حصدين سبعا وخمسين ميدالية ذهبية إذا كانش الأهل وأبطاله الذين حصدوا من خلال الرجال وحصدنا من خلال الأنسات والسيدات هذا الكم الهائل من البطولات الفردية والجماعية هم ملوك الصلاة قلوا لي نادي على مستوى العالم كسب هذا العدد من البطولات مفيش لعبة أستاذ إبراهيم حتى الألعاب اللي كانوا الناس بتنتقدها ذا كرة اليد مثلا ماكسبش بطولات اليد أفريقيا والكاس وخسر الدوري بفعل فاعل أنه يجيب جن يتحسب أنه مع صفارة أو بعض الصفارة ويخسر السوبر أنه يجيب جن يدخش فيه جن من فاول أنه مع الصفارة يعني يعني فراكشور فساكند أو قسر من السانية هنا وهناك بطولتين ولكن إن الدية في الآخر البطولات اللي خسرتها بمتن الدية في حين إن كاس مصر كسبتوا مرتاح أو كرة اليد ورغم هذا تم التطوير والبناء عليه كرة طائرة طبعا حدث ولا حرج كل بطولات اللي دخلها خدم ما عاد آخر بطولة يعني أعتقد كانت كاس مصر آه يعني ما كانش يومنا يعني كان كل العيبة خارج فورمتها ورغم كده تم دعم هذا الفريق بعناصر قوية جدا جدا سواء من خارج النادي أو من أبناءه الموهوبين اللي خارجوا إعارات ورجعوله عشان يشكله بتشوف دلوقتي أداءهم أعمل أعمل إزاي هتوقف عنده كرة السلة لأن الناس كان كرة السلة بدت تزق عملت خدت بالأسباب ودعمت وعملت والنتاج مش زي ما أنت عايز فجيبت الراجل اللي هو يعني وجستي وجستي ده حقيقة إنه مش بس راجل ماسك نفسه وشياك ووقف على الملعب لا راجل صاحب شخصية راجل بيطور راجل عنده من الشجاعة إنه قدم لك ثلاث أو أربع لاعبين ناشئين لهم أدوار راجل صية دلوقتي عمر زهران عبد الناصر اسمه يعني أحمد حمدي يعني وليد مش فاكر وليد إيه طيب الناس انزعجت النهاردة من خسارة النادي لأهل إمام الاتحاد السكندري الحقيقة أنا انزعجت فقط من الخسارة اللي خسرها من مصر التأمين أو التصالات ولا مصر التأمين التصالات مصر التأمين هي دي اللي أزعجت لكن خسارة الاتحاد السكندري كنت تقرأها مبكرا ليه انت عندك ثلاثة نقصين وواحد رجعلك من إصابة أول مصر يهب أمين أفضل لاعب البطولة العربية راجع من إزاي ده ده أول مصر له احسابه مصر إعداد لم يقدم طبعا ما توقعوا منه لسه خايف خايف زائد سيف سمير زائد مروان زائد أحمد حمدي لا نقص هائل في الصفوف ورغم كده يعني انت سجلت انت بتسجل في كل موشات اللي كسبتها ما بين 70 و 80 نقطة أعلى معدل في التسجيل انت عملته النهاردة مفارقة لكن خسرتي لإيه لأنك انت طريقة نظرا للغيابات دي تلعب هتكلم بسيط بعشا عشان تفتكر ان أنا بتعقورها وسألت أنا وتأكدت بالمعلومة دي من أصحاب الخبرة غششة كايزة لا قلت له دفاعنا النهاردة يعني جابنا هجوميا أعلى معدل لنا النهاردة 85 ما جيبناش خمسة وتمانين بونت فأي ماتش الزين نقصره إلا زكاد تأثير الغيابات زائد الدفاع قال لي إحنا للغيابات كنا بندافع زون ديفنس فالتحاد سكنداري مقدموش غير يشوت ثلاث رميات من برة ولذلك التحاد سكنداري جاب ميت مونت كان توفيق غير عادي أنه يوفق بهذا الشكل بالرميات السلسية أنت اتخطفت في الربع الأولاني وما قدرت يعني بعد كده اندية كتوضحة في كل الكورترات التانية فدي يعني زي قولت هي خسارة تأتي في مرحلة يمكن تحملها ولا أسبابها المباركة كانت قوية جدا طبعا لازم حايل اتحاد سكنداري على أداء النهاردة الفوق الطبيعي توفيق رائع جدا منهم لكن في النادي الآله المنتظرين منهم بإذن الله أداء أقوى من كده عندما تكتمل الصفوف فما تنزعجوش لكن إذن إحنا ملوك الصلاة يا أستاذ إبراهيم ولاد وبنات ورجال وسيدان وفي كل الألعاب في كل الألعاب وخلينا كمان نهني ونحي تنس الطاولة كل بطلات وأبطال تنس الطاولة الحقيقة اللي عملوا إنجازات في 2021 قياسية أنت عندك وضع دولي على المستوى الأفريقي على المستوى الدولي على المستوى المحلي ما شاء الله كان عام 2021 فعلا الطاولة الأهلوية شهدت طفرة كبيرة جدا وتفوق كامل على كل الأسعاد زي بالزبط الكراتية يعني بطلتنا جيانا فاروق أنها تاخد الميدالية الفردية في بطولة أو في دولة للعب الأولمبية عشان تحقق هذا الإنجاز ده برضو إنجاز كبير جدا بيذكر أنه النادي الآلي شاهد تحقيق أول ميدالية أولمبية لمصر سيد نصير فلما يكون أول ميدالية أولمبية جات مصر كانت عن طريق بطل أهلاوي تكون البطلة الأهلاوية أيضا اللي رفعت عالم مصر في الدولة الأولمبية جيانا فاروق مع زميلتها في ريال بطلة الكراتي أيضا فبالتالي كل التحية لهؤلاء الأبطال لأنه عشرين واحد وعشرين كمان كانت سنة الأولمبيات الجنبات تلطمية حاجة زهبية ده إنجاز كبير جدا بنحيي عليه كل هؤلاء الأبطال في عشرين واحد وعشرين وبيستهلوا العام الجديد وفي حدث مهم بمزيد من الإنجازات عودة أهاب عبد الرحمن عامل الإقاف ننتظر منه بقى أن ربنا يقدر ويقدر يسترد مسواه ويحقق لمصر مراكز متقدمة في بطولات العالم والدورة الأولمبية القادمة